المشكلة الثانية المشكلة الأولى مرت علينا عدم الوضوح المشكلة الثانية فيروس الرئاسة والزعامة أنا لا أتحدث عن زعامة كبيرة وإنما قد يظهر بينكم وأنتم مجموعة قليلة قد يظهر بينكم من يريد أن يتزعم عليكم من أول لحظة صارحوه وتخلصوا منه من أول لحظة كارثة هذه كارثة هذه تدمر عملكم بشكل كامل وتغير اتجاهاته الصحيحة إذا ما بدأ هذا الفيروس يشتغل في صدوركم حاولوا أن تعالجوه من اللحظة الأولى نحن نتحدث عن تيار مجتمعي ليس هناك من زعاماته هذا التيار هو نواة لبناء أمة لإرجاعها إلى قائدها إلى قائدها الأصل وإبعادها عن هذه الرؤوس العثنة مثل ما يقول علي الشرقي قومي رؤوس كلهم رؤوس عثنة قومي قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرحت البصل رؤوس بصل خائسة عثنة جيفتها في كل مكان فصناعة تيار فكري مجتمعي نواة لبناء أمة تعود إلى قائدها الأصل والبداية من العقيدة السليمة بعيدا عن ضلال هؤلاء الكذابين المحتالين الذين يقولون لنا من أنهم نواب صاحب الزمان وهم نواب الشيطان لا يفقهون شيئا من معارف صاحب الزمان كتبهم دالة على ذلك فضائياتهم تنضح سفاهة وتفاهة صباح مساء تدل على ذلك واقعهم والقذر المبني على الخداع والكذب والتدليس والضحك على ذقون الشيعة كل هذا يثبت حقيقة ما أقول فإذا ما بدأ فيروس الزعامة والرئاسة يشتغل في نفوسكم هذه بداية خراب هذا العمل المشكلة ستكون عند المعممين المعممون ما إن يضعوا أقدامهم في حوزة النجف وكربلاء وإذا بهم يتطامحون إلى الزعامة والرئاسة خصوصا حينما يلبسون طاقية إبليس هذه هذه العمامة التي يقولون عنها من أنها عمامة رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله بريء من العمامة الإبليسية هذه وبريء من منهجها القذر فاحذروا احذروا من هذا الفيروس من فيروس الرئاسة والزعامة هذا الذي ابتلي به مراجع الشيعة وابتلي به أصحاب العمائم في الأجواء الدينية المجتمعية وفي الأجواء الدينية السياسية ولقد جروا الويلات على أنفسهم وجروا الويلات علينا أقرأ عليكم بعضاً من أحاديث العترة الطاهرة في هذا الاتجاه هذا هو الجزء الثاني من الكهف الشريف الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة صفحة ثلاثمية وثلاثة عش باب طلب الرئاسة الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن معمر بن خلات عن إمامنا الكاظمي صلوات الله عليه أنه ذكر رجلاً فقال إنه يحب الرئاسة فماذا علق إمامنا الكاظم صلوات الله عليه ما ذئباني ضارياني في غنم قد تفرق رعاؤها قد تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من الرئاسة رعاة الأغنام تفرقوا ما ذئباني ضاريان الذئب الضاري هو الذئب الجائع المتوحش المفترس هذا هو الذئب الضاري ذئب جائع غاضب ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها ليس هناك من يحميها بأضر في دين المسلم من الرئاسة قطعاً الرئاسة الدينية هي أخطر بكثير من الرئاسة الدنيوية وليس الحديث عن رئاسة عالية جداً قد تكون رئاسة في حسينية صغيرة قد تكون رئاسة على مجموعة قليلة من الأفراد الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن مسكان قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون هم يترأسون هناك رئيس يفرضه الواقع وهناك رئيس يفرض نفسه هناك رئيس يفرضه الواقع مواهبه قدراته حاجة الناس إليه رغبة الأمة فيه لجوء المجتمع إليه ولكن هناك من يفرض نفسه أو يفرضه الآخرون من دون كفاءته لكنهم يصنعون له المناقبة والمعجزات بأكاذيبهم وتدليسهم مثل ما يفعل لمراجع النجف وكربلاء ويصنعون لهم من الكرامات والمناقب التي لا تخطر في بال نفس هؤلاء المراجع الصادق يقول إياكم إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأتون مثل ما يفرض المراجع أنفسهم على الناس يدعون المرجعية ويدعون النيابة عن صاحب الزمان فيترأسون على الناس ليس الواقع هو الذي يفرزهم وإنما هي الأحابيل والمخططات الماكرة والخدع والتدليس والتدليس والمخاتلات وقد حدثتكم عن أمكر مخاتلات السستاني في حياته في برامج السابقة يمكنكم أن تعودوا إلى تلك التفاصيل إياكم 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 وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون فوالله ما خفقت النعال خلف رجل من هؤلاء الذين يترأسون على الناس إلا هلك وأهلك السستاني لا يتحرك في الشارع حتى يتحرك الناس خلفه وإنما يقفون على أبوابه صفوفا ويأخذون النوبة من وكلائه في المحافظات العراقية الأمر أكثر خداعا أكثر خداعا وأكثر تضليلا وتثويلا إياكم إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك ضلوا وأضلوا هذا هو الذي حدثنا عنه أئمتنا من أن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى الحديث عن أكثرهم ضلوا وأضلوا الشيعة الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ملعون من ترأس من فرض نفسه رئيسا وخطط لذلك وسعى إلى هذا ملعون ملعون من ترأس ملعون من هم بها ملعون من حدث بها نفسه ملعون من خطط لها وبدأ يباشر العمل لتنفيذ مخططه ملعون من حدث بها نفسه لا ترأس عمليا ولا خطط وبدأ يباشر العمل لكنه حدث نفسه بها الإمام يلعنه لا لعنة على كل من ترأس علينا في الأجواء الدينية الشيعية وفي الأجواء السياسية الشيعية ممن يلعنهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنا لا ألعن الجميع وإنما ألعن الذين يلعنهم إمامنا الصادق في هذا الحديث ملعون من ترأس ألعنه بلعنة صادق ملعون من هم بها ألعنه بلعنة صادق ملعون من حدث بها نفسه الحديث الثامن صفحة 314 من المصدر نفسه بسنده بسند الكليني عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول أترى لا أعرف خياركم من شراركم أنا أعرفكم أنا إمامكم الصادق هكذا يقول أترى أتظن أترى لا أعرف خياركم من شراركم بلى والله وإن شراركم من هم شرار الشيعة وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه إنه لابد من كذاب أو عاجز الرأي هذا هو الذي يحتاج إلى أن يصفق له الناس وأن يهللوا له لو كان ممتلئا بحكمة وعلم ومعرفة فإنه لا يحتاج إلى كل هذا أقرب لكم المثال من واقعنا الشيعي العراقي أصحاب الشهادات والكفاءات الحقيقية حينما يعينون في مسؤولية في الحكومة ليس صعبا عليهم أن يستقيلوا أن يغادروا تلك المسؤولية ولكن ولكن الذين لا يملكون كفاءة ولا يملكون شهادة حقيقية ولا يملكون خبرة ولا يملكون نزاهة حينما يوضعون في مسؤولية في مسؤولية حكومية عالية سيعانون كثيرا وكثيرا إذا ما قيل لهم غادروا هذه المسؤولية لا يستطيعون أن يغادروها سيحاولون التمسك بها إلى أبعد الحدود لأنهم ليسوا مؤهلين لذلك أما أولئك المؤهلون والذين يجدون قيمة في أنفسهم وقيمة لأنفسهم فإنهم سيغادرون المكان بسهولتهم لأنهم يجدون القيمة في خبرتهم وفي شهاداتهم وفي كفاءاتهم وفي نزاهتهم لا في هذه المسؤولية أما هذا الذي لا يمتلك الكفاءة كسائر السياسيين من السنيين والشيعيين في الأعزاب الإسلامية الدينية هؤلاء لا يستطيعون أن يغادروا هذه الأمكنة وهذه المسؤوليات لأنهم يجدون قيمتهم في هذه المسؤولية لا في أنفسهم وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه إنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي هذا الأمر ينطبق على المراجع الشيعة بالدرجة الأولى فالإمام يتحدث عن الرئاسة الدينية هنا وإنما جئتكم بمثال من الأوضاع الدنيوية لتوضيح الصورة الإمام الصادق يتحدث هنا عن الرئاسة الدينية عن هؤلاء المراجع الذين لا يمتلكون النزاهة ولا الكفاءة الدليل إذا ما تحدث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه ما يحسنه ما يحسنه من علم من معرفة من بيان فقيمة كل امرئ ما يحسنه الإمام يقول تكلموا في العلم لماذا حتى تبين أقداركم تكلموا في العلم تكلموا في العلم تتبين أقداركم هذا كلام أمير المؤمنين ما هو كلامي المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه والطيلسان هو لباس الملوك ولباس الوزراء ولباس رجال الدين وكبار التجار الطيالسة جمع لطيلسان الطيالسة هي ثياب الملوك والوزراء وكبار رجال الدين وكبار التجار المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه إذا ما تحدث مراجع النجث وكربلاء فإنهم فضيحة 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 لدين يقال له دين محمد وآل محمد إنهم عورة 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 من أقبح العورات الواقع يقول هذا ما أنا الذي أقول الشبكة العنكبوتية موجودة عندكم وتفحص ذلك بأنفسكم أو اذهبوا اذهبوا إلى برانياتهم وتحدثوا معهم غاية ما عندهم يلق لقون بعبارات أدعية هذه العبارات ليست سليمة من الجهة اللغوية والنحوية حثانة وقمامة ابتلي بها صاحب الأمر وفرضوا أنفسهم على أنهم نواب له لقد ضحكوا على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون علينا إلى هذه اللحظة وإن شراركم من أحب أن يوطأ عاقبه إنه لابد من كذاب أو عاجز الرأي نذهبوا إلى فاصل عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بن العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجل عن الحارث بن المغير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان مشكلتنا الثانية الخطيرة هي هذه الزعامة والرئاسة ومن هنا قلت لكم هذا التيار ليس له من زعيم وليس له من قائد هذا التيار تواصل إنساني مع ثقافة العترة الطاهرة وانتهينا هذه الأمانة تنقل فيما بينكم وتنقل إلى الأجيال القادمة إن لم نكن في زمن قريب من زمان ظهور الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه فإننا ننقل الأمانة هذه إلى الأجيال القادمة وإذا كنا سنوفق لإدراك وقت ظهور إمام زماننا فهذا تمهيد في عقولنا وتمهيد في قلوبنا وتمهيد في نفوسنا كي نكون أنصارا وأعوانا لإمام زماننا قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه الرئاسة والزعامة خطر خطر داهم يدمر العقيدة ويحجب القلوب عن إمامها إذا وجدتم شخصا قد ابتلي بهذا الأمر اعزلوه تخلصوا منه هذا خطر 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 عليكم وخطر على عملكم حاولوا أن تنظفوا واقعكم من هذه القذارة نحن ابتلينا في التاريخ الشيعي بهذه القذارة عبر مراجع الدين وعبر أصحاب العمائم وعبر المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية منذ الطوس حين شرع لنا شريعة الضلال وإلى هذه اللحظة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين حين أسس مركز الشيطان وبؤرة إبليس في النجف إنها حوزة النجف وكربل حوزة على وعي ومعرفة بثقافة العترة الطاهرة وبعد ذلك ستأتي الخطوة الصحيحة القادمة بنحو تلقائي إذا ما خطى الإنسان الخطوة الأولى صحيحة فإن الخطوة الثانية ستكون صحيحة أيضا نحن إذا ما كانت خطوتنا الأولى صحيحة في أن نكون على وعي ومعرفة بالعقيدة السليمة وبالثقافة الحكيمة للعترة الطاهرة فإننا في الخطوة الثانية سنكون على صواب لأن عملنا سيكون عملا سليما مطابقا للحكمة اليمانية التي هي حكمة محمد وعلي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين فهذه قضية مهمة لابد أن ينظر إليها دائما 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 حذاري من فيروس الرئاسة والزعامة حتى ولو كانت رئاسة على شخص واحد وتجنب الألقاب والأوصاف والمقامات للأشخاص أو للأمكنة ليس بالضرورة إذا ما كان عندكم مكان تلتقون فيه أن تطلق عليه اسما لسنا بحاجة لهذا دعم إذا كانت هناك أمكنة في العرف العام أن يطلق عليها العناوين كالمساجد والحسينيات والمدارس والمنتديات والمراكز الفكرية والثقافية هذا أمر آخر هذا أمر متوافر ومتواجد في واقعنا الحياتي اليومي لكنني أشير إلى أن تكون هناك أسماء وعناوين وكأنها تشير بشكل خاص إلى تنظيم معين إلى تشكيل مشخص تجنب كل هذا التيار الفكري المجتمعي كما قلت لكم حركة إنسانية مجتمعية باتجاه فكر محمد وآل محمد نريد أن نتعلم ونعلم نريد أن ننشر ونوضح ونبين والناس أحرار الناس أحرار هذه عقيدة العقيدة لا تباع بالأموال ولا تشترى بالأموال العقيدة لا تقبل بالوجاهات ولا تفرض بالقوة على الناس هذا أمر يُعقد في القلوب هذا عقد يجري فيما بين مضمون العقيدة ومضمون القلب ولذلك قيل لها عقيدة مثل ما حذرتكم في يوم أمس أحذركم مرة أخرى من أن تجعل هذا العنوان التيار عنوانا خاصا أنا لا أعنون هذه الخدمة بهذا العنوان كي يقال التيار الفلاني أو هذا تيار فلان نحن شيعة نحن شيعة نحن شيعة نحن رافضة نحن رافضة نحن شيعة رافضة هكذا سمانا محمد وآل محمد صلوات الله عليه نحن شيعة نحن رافضة نحن نرفض سقيفة بني ساعدة ونرفض سقيفة بني طوسي إذا كان الذين رفضوا سقيفة بني ساعدة قيل لهم رافضة فنحن رافضة أس اثنين نحن رافضة بنحو مربع بل بنحو مكعب نحن نرفض سقيفة بني ساعدة جملة وتفصيلا أشخاصا ومنهجا ونرفض سقيفة بني طوسي جملة وتفصيلا أشخاصا ومنهجا نرفض هؤلاء ونرفض هؤلاء أولئك صاروا على مذاهب وهؤلاء أتحدث عن سقيفة بني طوسي أنتجوا لهم مذهبا خاصا بهم هو المذهب الطوسي وسأحدثكم عنه في الحلقات القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله تعالى المشكلة الثالثة مشكلتنا الأولى عدم الوضوح مشكلتنا الثانية فيروس الرئاسة والزعامة مشكلتنا الثالثة الملل والضجر الملل والضجر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر